لكن في ناس يا أخوانا للأسف ما ينفع معهم الوفاء وذا ما معناهم تتخلّوا لكن في ناس قلوبهم سيئة بالجد فينا السيئين وأذكر في هذا مثالا من اللطائف ذكرها بعض المؤرخين قالوا في مثل يسمى مجيد مجير أم عامر أم عامر ذي الضبعة يسمى أم عامر العرب في ناس قالوا كانوا يتبعون صيدة أم عامر ذي ذاتك ساكننا قالوا فدخلت دارا لرجل من العرب العرب دول ما خشت بيته استجارت بيه لبتت جوابه قالوا فخرج بسيفه قال والله قال ماذا تريدون قالوا هذه صيدنا دي الصيدة بتعاتنا خشت بيتك قال والله لن تصل إليها ما دام غائم سيفي في يدي مش استجارت بيه أنا والله قال لهم ما تخشوا ليه وسيفي دانا في يدي رجعوا منه فدخل عليها فأعطاها لبنا من الدزائر الإبل الطيبة أدى لبن والداموية تلغوا في هذا مرة وفي هذا مرة تشرب هنا وتشرب هنا مبسوطة جدا استجارت بيه ورقت هناك لكن الضبع ما فيه خير شانكدي في ناسي تبتحسن لهم زي الضبع ما فيه خير أول ما لقته نام قامت عليه فبغرت بطنه وقتلته وهربت ودعمه جالي قاها جاريه وقتلته مش شافه ميت كويس تبعه كتله وأنشد يقول ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاغي الذي لاقى مجير أم عامر أدام لها يعني قدم لها الإدامة الملاح يعني أدام لها حين استجارت بقربه لها محض ألبان اللقاح الدزائر وأسمنها حتى إذا ما تكاملت فرته بأنياب لها وأظافر فقل لذوي المعروف هذا جزاء من بدى يصنع المعروف في غير شاكري في ناس ما فيهم فايدة إنت كمؤمن يصنع المعروف يصنع المعروف كويس وأي ذول وصلوا حده أول ما عرفت أنه ذول صاحب هوا بتعلو له أدي تمامه وتخارج منه وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدته رحم الإله شداك يا قحطان